اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من ندوة الاسبوع وقائع ومعطيات جديدة وتطورات متسارعة في الميدان والسياسة دفعت تركيا الى تموضع جديد في سوريا ميدانيا من الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان الى عملية تحرير قضاء الحويجة في العراق من تنظيم داعش مرورا بتحرير الرقة بداية الاسبوع وصولا الى انتزاع الحكومة العراقية السيطرة على كاركوك خلطت الاوراق واعيدت الحسابات وفي السياسة كانت الجولة الاخيرة من محادثات استانا تضبط الايقاع على الارض هذا المشهد برمته تزامن مع اعلان تركيا عملية عسكرية واسعة في ادلب قالت انقرة انها جاءت كنتيجة لاستانا فيما اعتبرتها دمشق عدوانا سافرا اللافت في الامر ان موسكو حليفة دمشق هي من تؤمن الغطاء السياسي للعملية فكيف توفق بين متخاصمين على ارض واحدة اما الولايات المتحدة فامضت في دعمها للقوات الكردية التي كانت شريكا اساسا في محاربة داعش ماذا تريد تركيا من وراء العملية العسكرية هل هو الهاجس الكردي خصوصا بعد اعلان استفتاء اقليم كردستان ام انها تريد فعلا محاربة التنظيمات الارهابية في المقابل عززت تركيا علاقاتها بايران وروسيا بينما ازدادت علاقاتها توترا مع الولايات المتحدة لسيما مع مسألة التأشيرات الاخيرة وقضية السفير الامريكي في انقرة فكيف توازن تركيا علاقاتها الاقليمية والدولية وهل تفرض عليها اجندتها ومصالحها الذهاب باتجاه ايران وروسيا في هذه المرحلة تركيا والتوازنات الجديدة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها هنا في السيديو الكاتب السياسي السيد حسني محلي اهلا بك سيد حسني والبحث في الشؤون الاقليمية سيد تيسير الخطيب اهلا بك ومن اسطنبول معنا الكاتب السياسي سيد يوسف كاتب اغلو اهلا بك سيد يوسف اسمح لي ان ابدأ من هنا في السيديو معك سيد حسني والحمد لله على السلامة انت آت مباشرة من تركيا في تطورات كثيرة جدا ومتسارعة يبدو انها بالفعل دفعت تركيا الى اتخاذ مواقف جديدة او الى تموضع جديد في المنطقة العملية العسكرية الاخيرة في ادلب كبيرة جدا وقيل انه تم الاتفاق عليها علما انه السوريين اعلاميا على الاقل يعني سمعنا رفضا واضحا منهم واعتبارها عدوانا سافرا ما هدف تركيا من وراء هذه العملية برأيك يعني اولا اذا تجاهلنا بان الموضوع هو نتاج لاتفاقية استانا بين روسيا وتركيا وايران لماذا لا يتذكر الكثيرون ماذا جرى للتدخل التركي في سوريا في شمال سوريا من جرابلوس الى عزاز الى الباب عندما تدخل الجيش التركي في 24 ابل عام الماضي الى جرابلوس بموافقة روسية ومنها دخلت القوات التركية وما زالت اكثر من عام في هذه المنطقة ولا احد يقول بان هذه القوات اجنبية موجودة داخل الارض السورية سوريا تعترض وطردت اكثر من مرة على ذلك وتبرت احتلال بدون شك البيانات تكرر اكثر من مرة ولكن ماذا نتاج هذه البيانات ثانيا فيما يتعلق باستانا وموضوع ادلب نحن نعرف بان روسيا وايران وقعت على اتفاقية استانا نيابة عن سوريا باعتبار ان هتان الدولتان كانت تدعمان الدولة السورية منذ بداية الازمة السورية تركيا وقعت على هذه الاتفاقية اتفاقية استانا باسم المجموعات المسلحة كافة المجموعات المسلحة الموجودة في تركيا في سوريا اعتقد لم ينتبه احد الى هذه النقطة وهو اعتراب تركي خطير في نفس الوقت بان هي التي تمون وبالطبع كانت قد دعمت هذه المجموعات منذ البداية ما الذي يدعم هذه الفرضية ان تركيا وقعت في استانا باسم المجموعات المسلحة وكيف لايران وروسيا ان تقبل بذلك اذا كان فعلا هذه هي الخلفية يجب ان نسى الروسيا وايران لماذا وافقتها على هذه النقطة الموجودة من المجموعات المسلحة النصرة هي اقتل تحرير الشام يعني كل المجموعات المسلحة بما فيها النصرة العام الماضي في 19 اكتوبر على ما اسكر الرئيس اردوغان اعترف بعلاقته بالنصرة عندما قال بشكل واضح في احدى خطاباته بان الرئيس بوتين اتصل به وقال له لماذا لا تفعل شيئا ما مع جماعة النصرة هؤلاء في مدينة حلب فقال الرئيس اردوغان قال بانه قد اصدر تعليماته للقيادات التركية وانهم هم الذين سيتصلون بقيادات النصرة ويقنعهم بالخروج من حلب اذا هذا اعتراف رسمي من الرئيس اردوغان بعلاقة تركيا بالنصرة اذا كان هذا صحيحا وهو صحيح باعتبار ان الرئيس اردوغان يقول ذلك وبدليل ان الجيش التركي الذي دخل الى ادلب دخل برفقة عناصر النصرة ولم يكن هناك اي اشتباه كان هناك تأمين كان هناك تأمين وتنسيق وتعاون اكثر من ذلك اذا هناك ليس اي مشكلة بالنسبة لأولا دخول هذه الكمية البسيطة من المجموعات العسكرية التركية الى ادلب ولكن من الذي سيدمن مستقبل هذه القوات ان وصلت الى خمس تالاف وعشر تالاف وعشرين الف مسألة بس ما الهدف من تواجد هذه القوات التركية في ادلب البقاء يعني في بعشيقة مثلا دخلت القوات التركية وما زالت باقية من السنة الماضية في جرابلس كذلك الامر الآن ستبقى هدف تركيا اعادة رسم خدود ما في تلك المنزقة هناك احتمالان هناك احتمالان اذا التزم التركية بالاتفاق مع ايران وروسيا يجب ان لا تبقى ولكن قبل ذلك يجب ان تحسب موضوع المجموعات المسلحة وفي مقدمتها النصرة ليس موضوع النصرة النصرة كنصرة ليس مهم ما نعتقد في هذه الحسابات المهم هو الالاق من الاجانب في تنظيم النصرة يعني الكثيرون يقولون بان عدد هؤلاء الاجانب اكثر من عشرة الالاق اذا ماذا ستفعل تركيا بهؤلاء العشرة الالاق من الشيشان ومن الايغور الصينيين ومن مختلف من تونس من السعودية وغيره ماذا ستفعل تركيا بهؤلاء في حال ان اتفقت معهم على الحل السلمي او فيما اذا تقرر الاشتباك تسمح لي ان انقل بعض نقاطك الخطيرة التي تفضلت فيها الخطيرة ان تقول ان تركيا وقعت في استانا نيابة على المجموعات المسلحة وهذه النقطة تسمح لي استاذ تيسيرا انقلها مباشرة اليك سيد يوسف كاتب اوغلو استمعت لما قال سيد حسني محلي واضح ان العلاقة بين اردوغان وبعض المجموعات المسلحة على رأسها جبهة النصرى باتت علنية بدليل المرافقة الامنية التي كانت للوفد العسكري التركي مؤخرا مساء الخير تحياتي لك ولضيوفك والاستاذ المشاهدين يعني طبعا لا بد ان اعلق على كلام ضيفك السيد حسني محلي وانا استغلب اشد الاستغراب ان اسمع منه هذا الكلام وهذا الكلام مردود عليه هذا الكلام لا يتحلى بأي معايير الصدق والتحليل المنطقي والواقعي يعني انا استغلب عندما يقول بان تركيا هي وقعت نيابة على النصرى وتركيا قالت اكثر من مرة بان النصرى مجموعة ارهابية لا تختلف عن داعش وهي بالنسبة لها ليست هي المجموعات التي هي مفوضة بالحديث عنها في أستانا كيف يقول بان التركيا تتكهي مسؤولة عن النصرى بس ايضا في هذه الجزئية يعني جبهة النصرى تحديدا هي التحريف الشام وجبهة النصرى على رأسها امنت الحماية للوفد العسكري التركيا اثناء تجواله في ادلب وصولا الى الريف الغربي لحلب تستطيع ان تنكر ذلك وعندما يؤمن النظام السوري خروج بالحافلات الكثير من المجموعات التي تم التفاهم عليها في كثير من الاماكن من ريف دمشق ومن الجنوب ومن الشرق ومن الشمال ومن حلب وغيرها هل نقول بان هذا هو ايضا اتفاق وهم ممولين هذا شيء اخر هذا ترد المجموعات الارهابية الى مناطق اخرى ولكن ان تكون ان تأتي الى منطقة وتؤمنك مجموعة من هؤلاء من المسلحين انت مرضى عنك من قبلهم هذا غير صحيح بداية ارجوك ان تسمح لي ان اكمل الفكرة وان لا تقاطعين حتى يكون هناك اتركت المجال لضيفك انا اريد ان اكمل الفكرة الان تركيا عندما بدأت في عملية ادلب بدأت وكان الكلام واضح ومعلن من خلال الجيش الحر ومن خلال المجموعات المعتدلة وبناء على تفاهمات في مؤتمر اساتانا وكان هذا بالتنسيق مع الضامنين على الارض كل من روسيا وايران وكان هذا الاتفاق واضح ومعلن وكان هذا بعلم ايضا كل الدول الفاعلة على الارض لذلك لا منطقي وليس من المعقول ان يتم تجيير هذا الامر وكان هناك تنسيق وان تركيا مسؤولة عن النصرة هذا كلام غير صحيح هذا واحد ثانيا تركيا عندما اعلنت بانها ستكون هناك لها عملية عسكرية بالتنسيق مع الجيش الحر كان لها اهداف واضحة وهذه الاهداف الواضحة معلنة كانت ومن اهم هذه الاهداف واحد نحن نعلم بان تركيا هي الدولة الوحيدة التي ديها حدود مع سوريا لا ايران ولا ايران لا ايران ولا روسيا لديها حدود مشتركة اذا هناك تهديد حقيقي لهذه الحدود المشتركة ثالثا عندما يكون هناك قصف جنوني وقصف عشوائي سواء من قوات النظام او من دول التحالف التي كانت تدعم هذا النظام على المدنيين عندكم في سوريا وبالتالي عندما يكون هناك اكثر من ثلاثة ونصف مليون سوري يأتون الى تركيا وعندما نعلم ان ادلب الان فيها اكثر ما يفوق من ثلاثة مليون موجودين وكان من السهل قصف هذه المناطق بحجة وجود النصرة هذا سيهدد تركيا هؤلاء الان سيهاجرون الان سيخرجون لن يذهبوا لا الى ايران ولا الى روسيا سيأتوا الى تركيا لذلك تركيا معنية بهذا الموضوع رابعا نحن نعلم بان داعش موجودة في الشمال السوري وهذا السبب الرئيسي كان لدخول القوات التركية في دير الفرات الان نتكلم عن النصرة وداعش أيضا موجودة في المناطق المحيطة سواء كان في ريف ادلب سواء كان في المناطق الحدودية المتاخمة من تركيا وأيضا نتكلم عن مجموعات إرهابية مسلحة أخرى مثل البي واي دي والواي دي جي موجودة في عفرين وعفرين أيضا متاخمة من تركيا لذلك الأمن القومي التركي هو الأولوي القصوى في هذا الموضوع وبالتالي هذا تم بالتنسيق مع الدول الموجودة على الأرض ولكن بهذا المنطق بهذا المنطق سيد يوسف القومي التركي يتعرض للخطر إذا كانت ستستشعر الخطر من كل دولة على حدودها وتغزوها وتحتلها وتدخل في أراضيها يعني هذا منطق غريب عجيب في الواقع هذا أولا ثانيا تحدثت عن داعش هذا غير صحيح سترد بعد قليل تحدثت عن داعش اليوم المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أنه وثق بالمعلومات ولديه الكثير من المستندات أنه غناصر من داعش وقادة في تنظيم داعش دخلوا إلى الحدود التركية أيضا دخلوا إلى تركيا إلى داخل تركيا الأراضي التركية تستطيع أن تفند إذا أردت ولكن سبح لي أن أعطي المجال أيضا لضيفنا هنا في الستوديو سيد تيسير الخطيب يعني عرض الضيفان وجهات نظر مهمة ومتناقضة توافق ما قاله السيد حسني محلي بما يتعلق باتفاق أستانا تحديدا وما تم يعني نتيجته وما تم الاتفاق عليه بين روسيا وتركيا وإيران أنا أعتقد أن ما يحدث في الواقع الآن هو تطبيق الاتفاق أستانا سواء كان اتفاق أستانا فيه بعض البنود التي لا نعرفها أو كان اتفاق أستانا كما عرض يعني بمعنى أن المشكلة في سوريا صارت مشكلة معقدة جدا والحلول التي تجترح من أجل حل هذه المشكلة هي أيضا حلول غير تقليدية مما يجعل هذه الحلول يعني كأنه الغموض بيكتنفها وكأنها غير واضحة أو ربما يدبر شيء يعني لا أعتقد أنه يدبر لا أعتقد أنه يدبر أولا المجموعات المسلحة الموجودة في داخل إدلب والتي هي طبعا النصرة نصرة ليس لها أي مجال إلا أن تتعاطى مع هذا الواقع ومع هذا الاتفاق كما هو لا يوجد عندها فرصة الإختيار ولكنها ترفض هي ترفض وأعلن ذلك ولكنها ليس بإمكانها أن تقاوم هذا الاتفاق لا يوجد لديها مجال حيوي أو خطوط إمداد تمكنها من أن تأخذ مواقف غير المواقف التي أخذتها بما أن تركيا موافقة بالإضافة إلى أن ليس بالإمكان إطلاقا أن يتم التعاطي مع جبهة النصرة ولو غيرت اسمها أو كان اسمها اسم آخر ليس بالإمكان التعاطي معها كطرف مقبول في أي تفاوض مقبل يعني هي خارج التصنيف المسموح به لبعض الجماعات المقبول التفاوض بحها لأنها صنفت إرهابية تماما ومن أجل ذلك لا تستطيع تركيا أيضا إلا أن تتعامل معها بصفتها مجموعة إرهابية سنسأل نفسنا سؤال لماذا تقبل جبهة النصرة بهذا الآن وما عندها خيارات إطلاقا بالإضافة إلى أن ما يحدث الآن من الدخول التركي إلى إدلب هو يشبه إلى حد ما ما يحدث من مصالحات يعني الحكومة السورية نتيجة تعقيد الأزمة السورية ونتيجة التداخل في عناصر هذه الأزمة ووجود كثير من العوامل المختلفة والمتناقضة الحكومة السورية اجترحت كثير من وسائل غير تقليدية وتسويات لأنه الهدف هو حل المشكلة الآن طبعا إحنا سرنا في وضع أنه الجميع يريد أن يحل المشكلة والجميع يريد أن ينهي طبعا لا شك أنه إدلب وجود جبهة النصرة يشكل خطر على تركيا ولا يمكن التعاطي مع هذا الخطر إطلاقا من خلال القبول به ممكن يصير في مواجهات مثلا بمرحلة أنا أعتقد أنه في لحظة ممكن القرار قرار جبهة النصرة يكون قرار متهور أو بعض أجنحة جبهة النصرة تقاوم الحكومة التركية ولكن الحكومة التركية واضح أن اتفاق أستانا لا يمكن بأي حال من الأحوال يخلي أي طرف من أطراف هذه الاتفاق أنه يعتبر أنه جبهة النصرة جبهة غير إرهابية مستحيل يعني نعم طيب ومن ضمن الأهداف المهمة لهذه العملية طبعا أستاذ حسني ربما توافق مسألة الهاجز الكردي يعني تركيا في نهاية الوطاف خاصة بعد استفتاء على أقليم كردستان العراق بات لديها هذا التخوف والقلق أنه تقطع الطريق على أي حلم كردي بالاستقلال اسمح لي أو أبقى معك بالأحرى سيد كاتب وأوغلو تحدث عن الجيش الحر مازال موجود فيه جيش حر اليوم أو مجموعات مؤتدلة يعني في نهاية المطاف الأخ يوسف عندما كان له رد فعل أنا أعطيته بالتاريخ 19 أكتوبر العام الماضي الرئيس أردوغان اعترف بعلاقته بالنصرة عليه أن يراجع في اتصال مع بوتين نعم في اتصال مع بوتين عليه الآن أن يدخل في الجوجل ويرى هذا التصريح إذن هذا ليس بكلام والله أنه كان ولا لا هذه وقايا نضعها بعين الاتبار عندما قلت بأن روسيا وتركيا روسيا وإيران وقعتها باسم سوريا إذن لماذا وقعت تركيا شو دخلها بأستانا ما تروح على أستانا شو دخلها بأستانا لتضمن مصالحها مع مين مع مين قالها ما ستضمن مصالحها مع حدود السورية التركية والموجود فيها كافة المجموعات المسلحة بشكل أو بآخر إذن هي تمون أو لا تمون على هذه المجموعات مما فيها كما سألتها الجيش العر والفصائل المتحالفة معها يعني هذه ما زال جيش الحر يعني ككيان موجود على الأرض ليس هناك جيش حر وليس أصلا موجود الجيش الحر لا نريد أن ندخل بهذه التفاصيل نحن نعرف من هو الجيش الحر إذن هذا موضوع آخر هو يتحدث الأخ أنا لا أحب هذا النوع من النقاش يعني فيما يتعلق بالحساسيات الأمن القومي التركي في موضوع الأكراد في موضوع إدلب عفرين يقصد يعني يعني تركيا تسكت على التواجد الكردي من القامشلي إلى نهر الفرات خمسمائة وخمسين كيلو متر ولا تقبل بذلك بأنه أمن قومي وتات وتاتي إلى عفرين لتقول أن هناك أمن قومي كيف يعني هذا؟ علما بأن هذا التواجد الكردي من القامشلي إلى نهر الفرات إلى جرابلوس مدعوم بأمريكا الحليف الأساسي والاستراتيجي للدولة التركية وتركيا هم يقولون هكذا تركيا يوم الحليف تركيا في عرف الدولة التركية ومع الترفيه بأنه حليف استراتيجي إذن هذه التناقضات يجب أن لنضع بعين الاعتماد فيما يخص شمال العراق وموضوع مسعود البرزاني يعني الجميع يعرف العالم كله يعرف بأن مسعود البرزاني كان حليفا استراتيجيا أيضا استراتيجيا للرئيس أردوغان ولشمال للدولة التركية بين ليلة وضحا تغيرت الموازين لأنه صار فيه إعلان استقلال بكردستان ألم يكن الرئيس أردوغان يعرف بأن نية الرئيس مسعود البرزاني هو الاستقلال ومسعود البرزاني يعترف أكثر من خمسين مرة بأنه حلمه هو الاستقلال وأكثر من عشرين مرة قال بأن كاركوك كردية ولن يتخلوا عنها إلى الأبد وهي قلب الدولة الكردية يعني الدولة التركية بكل تاريخها العميق 600-700 ألف سنة الدولة العثمانية ألا تعرف نوايا مسعود البرزاني ومن معه تعرف ولكن هذه الحسابات الخاطئة لدى الدولة التركية وأنقرة وحكومة العدالة والتنمية هي التي أوصلت أنقرة إلى ما وصلت إليه الآن أولا فيما يتعلق بالوظف في شمال العراق أولا فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا يعني لماذا المصالحة مع روسيا بعد إسقاط الطائرة والاعتذار التركي من بوتين لماذا؟ وفي سخط شعبك أيضا في الداخل وفي معارضة حتى إذا تركنا ذلك جانبا إيران هناك كان عشرات ومئات التصريحات من الرئيس أردوغان والقيادات التركية والإعلام التركي ضد إيران أولا عرقيا كدولة فارسية أثنين كمسابية الشعية لماذا تراجعنا؟ لأنه في واقعية سياسية تطلق تغير في مواقع سنتابع الحديث عن ترسيخ الدور التركي هل فعلا مؤتمر أستانا شرعا الدور التركي في سوريا أو النفوذ التركي في سوريا وبعض الفاصل أعود إليك مباشرة سيد يوسف لتجيب عن بعض الأسئلة إذا كان لديك تعليق على ضيوفنا فاصل قصير نتابع بعده ندوة الأسبوع الفاصل يتخلل مجز للأنباء ثم نعود تركيا والتوازنات الجديدة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة أذكر بضيوفنا الكرام هنا معنا في الستوديو السيد حسني محلي الكاتب السياسي جاء مباشرة من تركيا وسيد تيسير الخطيبة البحث في الشؤون الإقليمية ومن إسطنبول معنا يوسف كاتب أوغلو الكاتب السياسي إذن أتوقف معك مباشرة سيد يوسف وقبل الفاصل كنا نتحدث عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأستانا وقال البعض أنه شرعا الوجود التركي في سوريا وهناك من يقول أن تركيا تهدف بالفعل إلى تثبيت نفوذها ووجودها العسكري تدريجيا الآن بعض العناصر ربما بعد أسبوع أو بعد شهر في قواعد عسكرية وحكي بالفعل عن قواعد عسكرية ثابتة لتركيا في المستقبل بإدلب هل هذا صحيح؟ إذا أيتا طبعا تراكمت النقاط واسمحي لي أن أرد على بعض النقاط التي تم ذكرها من قبل ضيوفك ومن طرفك أنت أيضا تركيا ليست دولة عدوانية ولا تستعد العالم وليس لدها أي مخططات عدوانية وأتوقع أن هذا كان واضح للجميع عندما كانت القضية بين تركيا الحكومة الآن التي موجودة بقالة أردوان والنظام السوري الموجود الآن ما يزال الآن في سوريا منذ عام 2000 حتى عام 2011 كان هناك التقارب وكان هناك الانفتاح إلى أقصى صوره وكان هذا التكامل والنمو الاقتصادي والسياسي وانعكس على جميع النواحي لا كان هناك أي مشكلة بين النظامين لا تركيا ولا سوريا حتى على المستوى العائلي يعني عائلتي أردوغان والأسد ربطتهما علاقات وثيقة جدا قبل الأزمة هذا صحيح وكان هناك دعوات متواصلة عائلية وافتتاح الكثير من الملاكز التجارية سواء في إسطنبول أو حتى دعوات في سوريا وكان هذا ما تهدف إليه تركيا يجب أن يكون هناك توسعة التعاون والأمن والاستقرار لأنه سينعكس بشكل إيجابي على البلدين ما حدث بعد ذلك تتهور العلاقات هو ما بعد إفرازات الربيع العربي هذا هو هذه الحقيقة وهذا هو الواقع وعندما بدأ الربيع العربي يلقي بظلاله على العلاقات التركية السورية تركيا نبهت أكثر من مرة يجب عدم استعداء الشعوب يجب عدم قصف الشعوب يجب أن لا يكون هناك فتح مجال لما يسمى الفوضى الخلاقة التي تهدف لكثير من الدول التي تريد أن يكون لها مخططات في هذه المنطقة وأقصد هنا أمريكا والدول الأخرى لذلك تركيا أكثر من مرة تواصل 63 تواصل بين الحكومة التركية وبين الحكومة السورية في هذا الموضوع ومع الأسف كانت التطورات تأتي بشكل دراماتيكي إلى أن تصل إلى الاشتباك المسلح المعارضة السورية الموجودة أصبحت معارضة السورية مسلحة وأصبح هناك ملايين المهجرين منهم 3.5 مليون فقط في تركيا هذه حقائق معروفة خلينا فيما يتم الآن على أرض الواقع لا نريد أن نعود إلى بداية الأزمة اليوم في أهداف أو نوايا مبيتة لتركيا أو هكذا يقول البعض بإقامة قواعد عسكرية دائمة في إدلب أحد أهداف هذه العملية العسكرية بداية التصرفات والتحركات التركية لا تتم إلا من خلال التفاهمات مع الدول الضامنة على الأرض ألا وهي روسيا وإيران وهذه مخرجات أستانة ستة هذه ليست أستانة واحد فنتكلم عن تكامل للأدوار ونتكلم عن تفاهمات وتطبيق لهذه التفاهمات ومن أهم هذه التفاهمات هو وقف إطلاق النار في كانون الأول من العام الفائت وضم إدلب إلى المناطق خفض التوتر دخلت ضمن هذه التفاهمات الآن تركيا مسؤولة عن 14 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار والتدخل الذي يحصل الآن بالتنسيق مع الجيش الحر والجيش الحر بالمناسبة هو من أبناء المناطق السوريين هم الشعب السوري نفسه الذي يعتبر بين قوسات المعارضة المعتدلة التي أيضا مثلت كم عدد أفراد؟ هل تعرف بالعشرات مثلا عدد أفراد الجيش الحر؟ أنه كم عدد أفراد الجيش الحر؟ يعني من بداية الحلقة وأنت تتحدث عن الجيش الحر هناك من يقول أنه لم يعد هناك أي تواجد للجيش الحر عندكم فكرة عدد أفكار هذا الجيش الحر كم على الأرض اللي بيتعاونوا مع تركيا حاليا؟ لست ناطقا بإسمي حتى أو حتى لا أنت تتحدث كثيرا عن الجيش الحر لكن تقريبا كم؟ أتكلم عن الموقف التركي أتكلم عن الموقف التركي في كيفية ما صرح به بشكل رسمي هذا موقف حكومي تركي أتكلم عن كيفية التصريح ومع من تم التصريح لست أنا مسؤولا عن الجيش الحر ولا يهمني ما هو عدده وتعداده أنا لست هنا بالصدد لأتكلم بإسمه النقطة الثانية عندما نتكلم عن يتكلم ضيفك ويقول بأن تركيا لديك حصابات خاطئة وأن هناك سواء كان مع التواجد الكردي في شمال العراق وأيضا مع إيران وأيضا مع روسيا يعني أنا أستغرب هل هو يريد أن يعطينا درس في السياسة وكيفية وصول السياسة السياسة من أهم شروطها بأنها دائما يكون هناك سياسة مرنة لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم وفق التغيرات ووفق التطورات يكون هناك سياسة وبالتالي السياسة الخارجية التركية هي كانت تتفاهم وتتناغم مع التطورات في المنطقة سواء مع شمال العراق سواء مع إيران سواء مع روسيا وإذا كان هناك تفاهمات وفق أستانة من واحد إلى ستة هل هذا يزعج أحد؟ أنا أستغرب يعني وكأنه يقول بأن الحسابات الخاطئة لأنقرة ولماذا لا يقول حسابات خاطئة لكثير من الدول أيضا؟ نعم، ولكن نحن اليوم نتحدث عن تركيا نحن نتحدث عن تركيا وكيف توازن في علاقاتها الدولية وكيف تتعامل مع الوقاعة على الأرض من بداية الأزمة تغيرت تقريبا 180 درجة مواقف تركيا كان حتى أنه شعرنا أن الخلاف شخصي بين أردوغان والأسد وكان مصر على إسقاط الأسد هو الذي ذهب إلى الأقصى مدى في شخصنا الأمور وفي تعقيد الأزمة وهكذا يرى كثيرون لم تجبني على موضوع أو نقطة القواعد العسكرية في نية لقواعد عسكرية أم لا في سوريا أنت تطرحين الكثير من النقاط أرجو أن تعطيني الوقت الكافي للإجراءة في عنا ضعيفين بس يا سيد يوسف الموضوع ليس شخصنا الموضوع هو يتعلق بمأساة كاملة لملايين من الشعب السور الذين هجروا النقطة الثانية تركيا تأمل من خلال التفاهمات في أستانا أن يكون تطبيق حقيقي لوقف إطلاق النار لإنهاء هذه الأزمة التي الكل يعاني من نتائجها ثالثا القواعد التركية هي بالتنسيق ليس هناك قواعد تركية هناك فقط نقاط مراقبة وفرض تطبيق وقف إطلاق النار وهذا أيضا تم بالتفاهم مع كل من الدول الضامنة خلال مخرجات أستانا الستة وأيضا تركيا لها الحق الطبيعي أن يكون لها ما يلزم للدفاع عن حدودها خاصة إذا ما علمنا أن هناك مجموعات إرهابية ومن ضمن هذه المجموعات إرهابية النصرة وداعش والمجموعات المسلحة الكردية وضيفك الذي يقول لماذا تركيا لا تحارب لماذا لا تعلق على تواجد الأكرات من القامش لحتى جرابلوس تركيا ليس لديها مشكلة مع الأكراد تركيا لديها مشكلة مع مجموعات الأكراد المسلحة البي واي دي والواي بي جي وأي مجموعة مسلحة على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو حتى إرهابي هذه تعتبر مجموعات إرهابية وصلت الفكرة سيد يوسف سيد تيسير هل تتفق مع من يقول أن اتفاق إدلب أسس لمرحلة جديدة كليا في تركيا خاصة على الأرض جغرافيا وأنه شرعنا الوجود التركي في نهاية المصاف لأول مرة يعني أعتقد بأن هذا الاتفاق في جزء ظاهر منه قد يكون الجزء الظاهر هو كل الاتفاق وقد يكون جزء غير ظاهر ولكن أعتقد ما يحدث الآن في إدلب هو له علاقة بالاتفاق الذي حدث بالدول الضامنة لهذا الاتفاق وهما روسيا وإيران والدليل على ذلك والدليل على ذلك أن الإجراءات التركية في إدلب لم يعترض عليها لا روسيا ولا إيرانيا يعني معناها أنه في اتفاق بالعكس في تأمين يعني الغطاء الروسي موجود جويا للعمل هل يمكن لروسيا وإيران أن يدخل في اتفاق وهما حليفاء الحكومة السورية هل يمكن أن يدخل في اتفاق مع تركيا أحد بنود هذا الاتفاق أن يضمن وجود دائم للقوات التركية في إدلب أعتقد أنه غير ممكن الآن عندما يقال أن سوريا اعترضت على وجود القوات التركية هي صحيحة اعترضت على وجود القوات التركية ولكنها لم تعترض على أساس الاتفاق الذي هو اتفاق أستانا نحن الآن في نقطة فاصلة بين الماضي والمستقبل الماضي كان مأساوي وارتكبت فيه أخطاء كثيرة جدا وكانت هناك فيه كثير من الحسابات التي أثبتت الوقائع التالية لها بأنها كانت حسابات غير صحيحة الآن إحنا نحن ذهبين باتجاه الآن أخطار جديدة تواجهها المنطقة يعني مثلا الخطر الذي تمثل في الرغبة في استقلال شمال العراق عن العراق ومن خلال الاستفتاء ومن خلال الاستقواء بأمريكا وإسرائيل هذا وضع الدول الفاعلة في المنطقة على مسار واحد في مواجهة هذا الخطر لأن استقلال شمال العراق هو مشروع أمريكي؟ طبعا هو مشروع أمريكي ولكنه مشروع أمريكي مؤجل قد يكون ولكنه مشروع إسرائيلي بدليل دعم إسرائيل وبدليل حتى المجاهرة الكاملة من قبل قادة بعض الأحزاب الكردية وطبعا مسعود برزاني بدعم هذا الموضوع إذن هذه القصة التي حدثت قصة إقليم شمال العراق ورغبتهم في فصل هذا الإقليم هو جعل الآن الجميع في اتجاه واحد يعني بمعنى أنه الآن لو أي مشروع تقسيمي بيصير في المنطقة خصوصا هذه المنطقة الملتهبة سوريا والعراق هذا معناها دخول المنطقة كلها في دوامة التقسيم وحتى الدول الكبيرة مثل تركيا ومثل إيران ستكون مهددة بالتقسيم إذن الآن نحن في نقطة فاصلة بين العداء وبين سوء الفهم أو سوء الظن بين الأطراف إلى مرحلة أنا أتصور أنها مرحلة مقبلة هي مرحلة الاندماج والتكامل الإقليمي ووجود أهداف كبرى يعني توحد هذا المشرق الذي يعاني مما يعاني منه الآن هذه نظرة تفاؤلية جدا نتمنى أن يتطبق جزء منها لا يوجد حل غير هيك ولكن بهذا المنطق وكأنه في غباء أمريكي كبير أنه هي التي أدت إلى هذا المنطق السياسة الأمريكية في المنطقة سياسة مضطربة بمعنى أنه عندما يكون الرئيس الأمريكي رئيس قوي المؤسسات حتى المتناقضة التي تحت الرئيس المؤسسات الدولة يعني تنضبط برؤية الرئيس في وجود هذا الرئيس الذي لم يستطع حتى الآن أن يكون إدارته والذي تشهد إدارته كثير من التعثر هناك وجهات نظر للمؤسسات الأمريكية الثابتة التي هي مثل الوزارة الخارجية مثل البنتاجون مثل الأجهزة الأمنية هي وجهات نظرها غير قادرة على إنتاج سياسة موحدة وغير منسجمة أساسا ولكنها في بعض الأحيان تأخذ قرارات وهذه القرارات ترامب أطلق كثير من التهديدات ولكنه لن يستطيع أن يحقق شيء ولن يستطيع أن يحقق شيء إذن أمريكا في وضع لا أقول أن أمريكا انتهى تأثيرها أو انتهى دورها ولكنها أمريكا غير قادرة على عمل سياسة ثابتة وقوية تجاه المنطقة ومن أجل ذلك هذا يعطي الفرصة لروسيا من جهة ويعطي الفرصة لإيران وتركيا من جهة أخرى وأعتقد أن السياسيين الآن في تركيا وفي إيران وصلوا إلى نتيجة أنه لابد من وجود القواسم المشتركة ووجود حلول لهذه المنطقة نحن بالفعل أمام إما أن تنفجر الأوضاع فلا يستثنى من خطر هذا الانفجار أحد أو أن يعاد التئام هذه المنطقة مرة جديدة وثبت الآن بالأمر الواقع أن هذا ما الذي حدث في سوريا هو أمر كان من الأفضل أن لا يحدث فيه لاعب أيضا إقليمي يفترض أن يكون متواجد على الأرض لا نعرف دوره سيد حسني محلي السعودية ما هو دورها؟ كيف العلاقات اليوم بين تركيا والسعودية؟ يعني العلاقات مع الحليف الأمريكي قلنا أنها توترت وربما يرى البعض أن هناك مشروعين اليوم مشروع روسي إيراني مشروع كردي أمريكي وتركيا مضطرة للتموضع مع الروسي والإيراني السعودية أين تقف من كل ما يجري في المنطقة؟ وكيف علاقاتها مع تركيا حاليا؟ يعني التموضع ليس استراتيجي في نهاية الموضع بالنسبة لجميع الدول مصلحي بالدرسي يعني تكتيكي لنقول على سبيل المثال نعود إلى تركيا الرئيس أردوغان على الرغم من علاقاتي الاستراتيجية مع روسيا لم يتردد في انتقاد روسيا في موضوع أوكرانيا عندما زار أوكرانيا الأسبوع الماضي عندما قال بأنه لا يعترف بضم القرم إلى روسيا على سبيل المثال وفتح هذا الملف إذن هذا موقف تكتيكي جديد أيضا انتقد أول أمس الموقف الإيراني والحشد الشعبي عندما قال بأن الحشد الشعبي قد احتل سنجار ومسنجار مناطق قريبة من الحدود التركية وهو لن يقبل ذلك إذن أيضا هذا موقف تكتيكي جديد بالنسبة للرئيس أردوغان وتركيا من يتعلق بالسعودية العلاقات السعودية التركية تدهورت بعد أن اتخذت أنقرة موقفا متضامنا مع قطر في الأزمة الخليجية فالسعودية والبحرين والإمارات أصبحت في الخندق المعادي بالنسبة لتركيا وشن الإعلام التركي هجوما عنيفا جدا ضد هذه الدول الثلاثة واتهمها بأنها تقف حتى وراء انقلاب 15 تموز الماضي وأنت تتحدث بلسان العارف بالإعلام وبالصحافة وبالمجتمع التركي كان فيه فعلا هذا الكلام أو هذا الهجوم من الإعلام التركي الهجوم من الإعلام التركي كان موجود على الإمارات السعودية والبحرين وما زال هذا الهجوم مستمر ضد هذه الدول الثلاث خاصة أن هذه الدول الثلاث متضامنة مع مصر أيضا باعتبار أن مصر هي دولة ليست صديقة على الأقل مع تركيا بسبب انقلاب السيسي يضاف إلى ذلك موضوع الإخوان المسلمين الموجودون في تركيا باعتبار أن قيادات الإخوان وخاصة المصريين منهم موجودون في تركيا والجميع يعرف ذلك بالإضافة إلى قيادات الإخوان في جميع العالم العربي والإسلامي هم موجودون في تركيا الغنوشي مثلا كان في تركيا يوم أمس وأول أمس هذه المواقف بالنسبة لتركيا والعلاقات مع السعودية دفعت أنقرة ربما في موقف تكتيكي لأن تظهر وكأنها حليف جديد لإيران وهو ما يزعج دول الخليج وخاصة السعودية أنا التي أعتقد بأنها هي رب المشاكل في المنطقة ليس الآن دائما السعودية هي رب المشاكل في المنطقة ليس فقط باعتبار أن ولي العهد الأمير محمد يريد أن يصبح ملكا وسلمان يريد كذا هذا لا هذا الموقف السعودي هو موقف استراتيجي هو أن يزعج المنطقة ويخلق لها المشاكل منذ عام منذ 14 حزيران 1944-45 عندما كان هناك لقاء بين روزفيلت والملك السعودي عبدالعزيز الدور السعودي هو أن تخلق المشاكل بشتى الوسائل للعالم العربي والإسلامي إذن هذا خلق المشاكل للمشاكل فقط فيه أكيد أهداف وفيه غايات لا 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 أعتقد النفوذ يعني أو سيطرة أنا لا أعتقد أنه للسعودية هداف أو استراتيجية أو أي حسابات بالمفهوم الزكي السعودية تنفس أجندات أمريكية وربما إسرائيلية بشكل غير مباشر أكل حال ما يعني ليس معنا أحد للدفاع عن السعودية هذا رأي من نتيجة نحن صحفي إعادة تقاسم نفوذ ربما وطبعا من ضمنها تركيا ماذا يدور في العقلية التركية بعقلية أردوغان الذي يراه كثيرون بالفعل مازال أو يحب أو يرغب دائما بأن يتصرف وكأنه سلطان سلطان عثماني يعني هذا ليس رأي إلا من هو لا يفهم الدور التركي ولا يعرف حقيقة تركيا ولا يعرف حقيقة الإدارة التركية بشكل واضح مع الأسف ويتم تشويه الحقائق ويتم تشويه صورة تركيا تركيا تريد أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة وخاصة مع دول الجوار وبالتالي هي تعاني من اللا استقرار ومن تعاني من هذه الاضطرابات المستمرة والموجودة على حدودها ونظرة تركيا هي نظرة أن لا يتم تقسيم الدول المتاخمة لها لأن نار التقسيم ستنتقل أيضا وتهدد المجتمع التركي النسيج الاجتماعي لتركيا تكون من أعراق مختلفة عرب أكراد أتراك ويتكون من نحل وملل مختلفة على ويين وسنة وغيرهم لذلك المخطط الموجود للمنطقة أيضا مستهدف به تركيا ليس فقط العراق وسوريا وإيران وإنما أيضا تركيا وهذا يفسر كيفية الموقف التركي أمام الاستفتاء لشمال العراق وهذا أيضا يفسر لماذا الآن تركيا في مؤتمرات أستانة جميعها تريد أن تقول للجميع يجب الحذر من التقسيم إذن تركيا تعي تماما وعلى الجميع أن يعي تماما بأن تركيا هي ستكون أيضا متضررة من برأيك يستهدف تركيا أو يستهدف في نيتو التقسيم في سوريا وهل تركيا تعتبر اليوم أقرب إلى الحلف الروسي أو المعسكر الروسي الإيراني منها إلى الولايات المتحدة بعد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وأزمة السفير لأزمة تأشيرات الدخول وأيضا قضية السفير وصرح أدغان أنه لم يعد هناك من داع لتعامل معه السفير الأمريكي في أنقرة يعني طبعا هذه نتائج طبيعية للتخبط والازدواجية في السياسة الأمريكية ولكن يجب أن نقول بأن هناك علامة فارقة في التغير في العلاقة بين تركيا وأمريكا وهي محاولة الإنقلاب الفاشل في 15 تموز من العام الفائت والتي هناك الكثير من القرائل والدلائل قد تبين وتوضح أن هناك تورط للإجهاز الاستخبار الأمريكي في هذا الموضوع أو على الأقل لديه علم مسبق بهذا الموضوع وبالتالي هناك أزمة ثقة حقيقية إذا ما علمنا بأن رئيس هذه المنظمة الإرهابية جماعة غولان هو موجود ما يزال في أمريكا ولم يتم تسليمه إلى تركيا هذا واحد ثانيا الاستمرار في تسليح مجموعات كردية مسلحة تعتبرها تركيا أنها إرهابية وامتداد للبي كاكا أو حزب العمال الكردستاني الذي هو باعتراف العالم كله أنه مجموعة إرهابية ما يزال التسليح ثلاث أل bey taen shahenah باعتراف العالم كله هو مجموعة إرهابية كيف هو مش مصنف مجموعة إرهابية البي كاكا مصنف نعم البي كاكا وحزب العمال الكردستاني مصنف من قبل أمريكا وأوروبا وكل دول الجوب أنها مجموعة إرهابية هذا مصنف تصنيف عالم حزب العمال الكردستاني ضننتك تتحدث عن وحدات الحماية الكردية نعم وحدات الحماية الكردية البي واي دي والواي بي جي تحمل صور عبدالله أجلان من يكون عبدالله أجلان أليس هو رئيس حزب العمال الكردستاني يعني لا داعي لتغيير الأسماء هذه أيضا تدين بالولاء وإن تغيرت المسميات لحزب العمال الكردستاني يعني روسيا اليوم أقرب إلى تركيا أقرب اليوم إلى روسيا وإيران يعني في حلف ولو تكتيكي أو مصلحي أو مرحل اليوم مع الروس والإيرانيين صحيح؟ وبالتالي مع حليف الحليف مع سوريا نعم هناك تفاهمات وتقاربات وهذه تقاطع مصالح وضرورة تحتم على الجميع أن يكون هناك هذه التفاهمات لأنها الدول الفاعلة على الأرض وهناك أيضا مخططات مضادة لهذا التحالف أو لهذا التفاهمات وهو المخطط الأمريكي لبذر نواة تقسيم كل من هذه الدول سوريا العراق تركيا وتأسيس دولة كردية كبرى وهذا سيكون منصة منصة لأمريكا وإسرائيل ربما تكون هذه المنصة منصة ارتداد أو تفعيل لأي مشاريع مستقبلية تركيا ترفض تماما أن يكون هناك انقسام أو انفصال أو حتى استفتاء لإيجاد دولة جديدة كردية كانت أو غيرها لأنها ستكون على حساب الأراضي الموجودة والأقالم الموجودة لكل دولة موجودة إذن وحدة الأراضي هي من أهم الأهداف ولذلك تركيا ترى بأنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار تفعيل ما يسمى التعاون في أن لا يكون هناك انفصال واستفتاءات تؤدي إلى الانفصال باستخدام أي ورقة كردية أو ورقة مذهبية ولكن يجب أن لا ننسى بأن تركيا بالمقابل تحافظ الأولوية القصبة أمنها القومي هناك المجموعة الإرهابية وضيفك عندما ذكر قضية النصرة وغيرها يا سيدي النصرة وداعش تركيا انكوت بنارها أكثر من أي دولة أخرى في عام 2016 أكثر من 63 هجمات إرهابية في مطار إسطنبول وفي أنقرة وفي الجنوب وفي الكثير من الملكة كانت من وراء داعش والنصرة لذلك لا داعي لتشويه الحقائق ولا داعي للتزييف الأمور وإبراز تركيا على أنها هي التي مسؤولة عن هكذا منظمات إرهابية هذا غير صحيح والآن تدعو الجميع بأن يكون هناك تفاهم لكيفية تطبيق وقف إطلاق النار وإنجاح هذه التفاهم إبقى معنا لو سمع سندهب إلى فاصل آخر وأخير نعود بعده لمتابعة هذه الندوة نتحدث فيه أكثر عن مستقبل العلاقات السورية التركية وتوازنات التركية مع دول الإقليم والعالم مشاهدين فاصل قصير نعود بعده أهلا بكم إلى الجزء الأخير مشاهدين من ندوة الأسبوع مباشرة معك سيتيسير وسط هذا المشهد المعقد حقيقة والدور التركي والتطورات الجديدة هل يمكن أن تعود العلاقات السورية التركية إلى مجاريها بما أنه كل يوم تقريبا في تموضع جديد وتغير في المواقف جديد؟ طبعا أزمة سوريا كانت أزمة غير مسبوقة الحقيقة في تاريخ المعاصر بمعنى أن نتائجها وتحولاتها وتحولات التحالفات فيها إلى تناقضات والتناقضات إلى التحالفات تجعل كل شيء ممكن يعني المنطقة الآن بعد هذا الإنهاك الذي تعرضت له وبعد ما ثبت أن الموضوع السوري موضوع معقد وخطير وذو تداعيات كبيرة لا يوجد في رأيي يعني ضمن مسيرة الأحداث أو ضمن التحولات التي تصير أنه يصير فيه لقاء الآن حتى لا نسمع نحن من أنقرة بالحديث الذي كنا نسمعه دائما عن حول إسقاط النظام بالعكس يقال أنه فيه تنسيخ تحت الطاولة يعني أعتقد أنه هذا الأمر انتهى لأنه الآن تبين بعد هذا المخاضي العسير أن المصالح تتقارب وأن حتى التقاربات التي تحصل في داخل المنطقة التقاربات أنا لا أريد أن أقول استراتيجية ولكن أنا أريد أن أقول فوق تكتيكية وفي أصوات الآن موجودة في تركيا تتكلم عن أصوات ليست من المعارضة التركية وإنما أصوات لها علاقة بالدائرة محيطة بأردوغان أو دائرة الحكم في صناعة القرار وصناعة القرار تتحدث عن موضوع أنه ليست الأولوية الآن إسقاط الأسد إذن فيه إمكانية للوصول إلى حلول طبعا سنشهد كثير من التباينات والتصريحات في المستقبل والتي قد تشي بأنه لا الطريق ليس في هذا الاتجاه ليس في اتجاه الاندماج الإقليمي وحل المشاكل ولكن ستبقى هذه التصريحات تصريحات هامشية لن تؤثر على المصار العام للأحداث المتجه باتجاه مصالحات كبرى وباتجاه حل هذه المشاكل تبين الآن أن الجماعات الإرهابية في سوريا هذه الجماعات لا يمكن أن تكون جزء من أي حل ولا يمكن أن تحمل الديمقراطية لسوريا تبين للجميع وتبين أيضا بأن المصالح واحدة بالنظر للتوجه لأن الخطر يطال الجميع يطال الجميع وموضوع التقسيم الحقيقة لا يستهدف سوريا ولا يستهدف العراق موضوع التقسيم يستهدف تركيا ويستهدف إيران وشهدنا الزيارات الأخيرة وتبادل الزيارات بين تركيا وبين إيران الآن ممكن يطلع تصريح من هنا ولكن هذه التصريحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطل المسار الإجباري الذي تتخذه الأحداث باتجاه التوافق الإقليمي وباتجاه حل هذه المشكلة لأنه الآن بدأ واضحا مهما حدث من تقلبات في المواقف في المستقبل ستكون تقلبات غير استراتيجية والمصاري الاستراتيجي سيفرض نفسه من ضمن هذه التطورات أو المفاجآت ربما التي تخبئها الأيام هل يمكن أن نشهد انسحاب تركيا من الناتو مثلا إذا بالفعل بقية العلاقات خاصة مع الولايات المتحدة متوترة ومع أوروبا أصلا متوترة لا أعتقد بإمكانية الانسحاب ولكن منذ أن استلم حزب العدالة والتنمية الحكم وكان أحد أهدافه الانضمام إلى منظمة شنجهاي التي تعتبر موازية أو نقيضة للناتو الأمر الثاني الآن أن تركيا الآن تسعى للتخلص من الارتباطات التي تربط الاقتصاد التركي بأمريكا في بعض المستويات منها عملية التبادل مع روسيا بالعملات المحلية وأيضا صفقة الأس 300 بين روسيا وتركيا الأخيرة والتبادل مع والتبادل طبعا صفقة الأس 300 يعني مؤشر كبير جدا صحيح لأن التسليح التركي هو تسليح غربي ما صار هذا الموضوع ما صار هذا الموضوع متعثر الآن ولكن موضوع التبادل التجاري بالعملات المحلية يعني تجاوز تأثير نظام السوفت أمريكا الغاربي أو الأمريكي اللي هو مصدر القوة الأمريكية مش مصدر القوة الأمريكية لا سلاحة يعني أمريكا عندها أدتين فعالتين السلاح النووي ونظام السوفت أما بالنسبة لموضوع الطيران الأمريكي لا يستطيع أن يحسن معركة وقدرة أمريكا على أن تخوض حروب برية غير ممكنة وثبت ذلك بالكثير من المناطق من عراق إلى سوريا فإذن الآن الخروج من الهيمنة الأمريكية هو الآن المنطقة تملك فرص أكبر من الماضي في هذا ذكاء من تركيا إذا كانت تفكر بهذه الطريق أعتقد أنه الآن يعني في بدائل مثلا عندما بدأت تخذت تركيا مواقف ضد الانفصاليين الأكراد في شمال العراق الآن بدأ الشروع بعمل طرق بديلة من أجل التجارة بين تركيا وبين العراق أيضا تم الشروع في إحياء خط الغاز وخط النفط اللي بربط العراق بتركيا المواقف التي اتخذتها تركيا تجاه الانفصال كانت أيضا مواقف الحقيقة تؤشر على عمق التحالفات الجديدة خاصة مع إيران لأنه توافقا على نفس الموقف إيران والعراق وتركيا بمسألة الانفصال سيد حسني هل يمكن لتركيا أن تصبح حليف استراتيجي يعني تحدثت عن شيء مرحلي أو تكتيكي ربما على المدى البعيد إذا كان الوضع كما تم شرحه هل يمكن بالفعل أن تتحول تركيا إلى حليف استراتيجي لإيران وروسيا وأن تبتعد أكثر عن الولايات المتحدة هذا مستحيل مستحيل يعني التاريخ التركي العثماني لا يسمح لا يسمح بمثل هذا القرار استراتيجي الخطير من أي منطلق لأن إيران فارسية وتركيا عثمانية التاريخ العثماني الدولة العثمانية والدولة الإيرانية ليس فيه إيجابيات أو الإيجابيات الموجودة تاريخية نقصد يعني 10% من السلبيات الموجودة في العلاقات الإيرانية أولا عرقيا وثانيا طائفيا هذا مستحيل ثم يعني العقلية التركية الإيدولوجية الموجودة الآن هي عقلية سنية ليس سهلا عليها أن تقبل بالشيعة أو أن تقبل بالتشيع حتى ولو كان من خلال دولة قريبة من لكن بالمصالح لا في دين لا 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 بالمصالح في دين عندما انطلقت الحرب ضد الرئيس بشار الأسد وضد سوريا ماذا قالوا؟ قالوا هذا الشيعة هذا علوي وبدأت الحرب ضد بشار الأسد على أنه علوي وعلى أن سوريا مدعومة من دولة الشيئية لكن عندما وصلت الموس إلى ذقن أردغان ارتمى في الحضن الإيراني أو لنقل تقارب مع إيران ذهب إلى إيران مباشرة إلى روسيا لم يذهب إلى إيران بهذه السورة ولم يذهب استراتيجيا لم يذهب استراتيجيا ذهب التكتيكيا وأنا أعتقد بأن التحالف التركي الإيراني بالنسبة لأردغان ينتظر الوقت المناسب حتى يتموضع بشكل آخر نفس الشيء بالنسبة لروسيا علما بأننا لا نعرف الاتفاق الذي تم بين الرئيس بوتين والرئيس أردغان في عام الماضي في بيترسبورغ بعدما نعتذر أردغان في موضوع الطائرة التركي الروسية والسؤال ربما هل ستقبل السعودية أتينا على ذكر السعودية قبل قليل هل ستقبل بإمكانية التقارب التركي الإيراني هذا صعب أن تتقبل السعودية وليس فقط أن تتقبل بل هي ستدفع كل شيء لعرقلة لعرقلة هذا التقارب ولوضع تركية في خندق آخر كما هي فعلت منذ بداية ما يسمى في الربية العرب وسفيل تامر السبهان كان في الرقم منذ أيام لا ندري ماذا كان يفعل نحن نعرف بأن السعودية كانت مع داعش منذ بداية الأزمة والسعودية كانت تدعم بمليارات الدولارات لكن هدفها داعش سوف يكون فيه انفجار تفجيرات بالسعودية من تبناها داعش هذه أمور بسيطة نحن نعرف الآن حتى في النصرة حتى في إدلب في النصرة هناك المئات من السعوديين الموجودين الذين يقاتلون في صفوف النصرة في إدلب إذن هذا ليس علاقة أنه كان فيه تفجير أو تفجيرين هذه لمجرد حسابات داخلية ربما داخل السلطة أو العائلة الحاكمة السعودية أنا أعتقد حتى لا ندخل في مزيد من التفاصيل المهم إذا كنا نريد أن نتحدث عن مرحلة جديدة في المنطقة ليس هناك إلا حلا واحدا وهو أن يعود الرئيس أردوغان صديقا للرئيس بشار الأسد ليس هناك حلا آخر وما سيتطلبه مش من سابع أو سامن المستحيلات هذا يعني بعد كل المواقف المصارحة إذن كل الاحتمالات الأخرى أنا أعتقد ليست واردة تطبيقية ليس واردة تطبيقية أنا كصاحفي إن كنش أرى هذه الرؤية أنا أعتقد بأن ذلك مستحيل عندما يتصالح الرئيس الأسد مع الرئيس أردوغان إذن لن يكون هناك بالنسبة لتركيا كيف سيبرر ذلك لشعبه على الأقل هذه مشكلة الرئيس أردوغان أو لحلفاءه بالداخل مثلا عندما يستدعين الرئيس أردوغان ويسألني فسأرد عليه ذلك ربما يصف عن دور ربما أنا أعتقد شوفي إذا اكتمت هذه المصالحة كما قال الأخ يوسير إذن لن تكون هناك مشكلة الأمن القومي التركي بالنسبة لوحدات الحماية الشعبية البي واي دي أو بالنسبة لنصرة أو بالنسبة لداعش أو بالنسبة لكل هذه المجموعات الإرهابية أيا كان شكلها وحينها تركيا وسوريا وبدعم روسي أو بإيراني حينها تستطيع أن تطرد الأمريكان من شمال شرق سوريا وحينها تستطيع أن تتصدى بين قوسين للحلم الكردي محل أن أطرح هذا السؤال على سيد يوسف أيهما اليوم أقرب إلى المنطق أن تعود العلاقات التركية السورية سيد يوسف يعني كما كانت عليه من قبل أو على الأقل يصير فيه تليين وتلطيف أو ترطيب للأجواء أم أن تسير تركيا في النهج الذي سارت فيه مع بعض التعديلات حسب التطورات الميدانية على الأرض هل من المستحيل أن نشهد تقارب من هذا النوع على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد السياسي بين تركيا وسوريا يعني لحل الكثير من المشاكل كما تفضل السيد حسني يعني بداية اسمح لي أن أعلق تعليق بسيط على ما تم ذكره في بعض القضايا ومن ضمنها ما ذكرته أنت بشكل مباشر عندما قلت بأن عندما وصل الموس إلى ذقن أردوغان فذهب وارتمى في حضن الإيرانيين رجعت صححة رجعت صححة قلت تقارب مع الإيرانيين حتى لا تستفز هذا يوضح أنه لا توجد حيادية لا في الطرح وأنت أصبحت اثنين ضد واحد أو ثلاث ضد واحد نعم هذه نقطة أما بالنسبة للموضوع ما يتم طرحه الآن أنه من أجل أن يكون هناك المراحل الجديدة وإنهاء هذه الأزمات المصالحة هي الأساس وأن يكون هناك تقارب بين الشخصيات بشكل مباشر وأن تتم المصالحة بين الأردوغان وبين تعود العلاقة صداقة مع بشار الأسد هذا الموضوع هو كأمل إبليس في الجنة هذا غير وارد أبداً لأن المشكلة الأساسية هي ليست أردوغان وليس النظام الموجود وليس الشخصيات التي هي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن قتل شعب قصف شعب تم قصف شعب الطائرات المجموعات المسلحة الإرهابية لم تملك طائرات لتقصف الشعب بالبحرين تم قصف قتل شعب يعني ما اتخذت مثلاً تركيا نفس المواقف إذا كنا سنسلم جدلاً بأن تركيا مدافعة عن الصعوب يعني فيه سياسات أعمق وأبعد من ذلك بكثير السياسات التي تفرض نفسها واليمن كذلك الأمر لا يمكن أن يكون هناك قصف لشعب وتهجيره وتركيا الآن لديها 3.5 مليون ثم نقول يجب أن تعود على قصف أنت تشاهد ماذا يجري في اليمن أنت تشاهد القصف اليومي والمجازر اليومية باليمن يعني لم نسمع صوت تركيا مدافع عن الشعب اليمني مثلاً إذا كان هدفها الشعوب أنت لست حيادية أنا أردت عليك بنفس المنطق أنا أتكلم الآن عن ما له علاقة بين تركيا والسوريا هذا هو الموضوع لا تثبيبي إلى مواضيع أخرى يعني هو فقط بسوريا في شعب يعني في اليمن ما في شعب وفي البحرين ما في شعب وفي فلسطين ما في شعب إذا كانت مدافعة عن كل الشعوب فلتدافع عن كل هؤلاء هذا ليس هو المنطق نتكلم عن العلاقة البينية بين تركيا وسوريا هذا هو محور السؤال لا تأخذني إلى محاول أخرى لا تشتتني للموضوع إذا كان هناك نية يكون هناك إغلاق لهذا الملف ويكون هناك سياسة جديدة تقاربية أو تحالفية أو تكاملية في إنهاء هذا الموضوع فأتوقع بأن يجب معالجة الخلل من أصله هناك مشكلة حقيقية هناك ما تم الآن مع المعارضة الموجودة في سوريا وما تم التعامل مع الشعب السوري الذي هو هجر نصفه الآن خارج سوريا إذا ما استمرت هذه السياسة القمعية ضده سيكون هناك أيضا توترات وهذه التوترات ستتأثر منها تركيا وكل دول الجوار هذا لا يمكن القبول به هذه مشكلة حقيقية المشكلة ليست في تركيا المشكلة في النظام الموجود في سوريا الذي هو يتعامل بسياسة قمعية مع الشعب السوري هذه المشكلة غريب هذا الخطاب سيد يوسف هذا الخطاب صار من الماضي حتى عند الأوروبيين والأمريكيين خلص فيه وقاع جديد وفيه اتفاقيات وتسويات وجناف وأستانا وغيره هذا الخطاب فعلا أصبح من الماضي والمشكلة والأزمة السورية بات معروف كيف بدأت ولماذا استمرت وما المخططات المرجوة منها لم يعد لدينا الكثير من الوقت في الواقع وأخذت نصف الحلقة سيد يوسف وأنت تقول لا تقاطعيني وما عطيتيني الكلام سمح لي أن أعطي الكلام لسيد تيسير تفضل سيد تيسير أولا ما شهدناه من تحولات في الأزمة السورية لا يجعلنا نستبعد أي احتمال بالنسبة للمستقبل حتى احتمال التقارب التركي السوري لا نستبعد هذا الاحتمال هو يقول لا حلم إبليس في الجنة لا أعتقد لا نستبعد هذا الاحتمال وهذا الاحتمال إذا حدث وكان حدوثه يؤدي إلى استقرار المنطقة وإلى إبعاد خطر التقسيم وإلى التخلص من خطر الإرهاب قد يحدث لأنه زي ما دائما نقوله زي ما سمعنا من الأخ كاتب أغلو أنه ما في عدوات دائمة وما في صدقات دائمة في مصالح دائمة بالإضافة إلى أنه ثاب أثبت الواقع بأن المقاربة التي ترى هذا الصراع ضمن بعد طائفي أو بعد إثني هي مقاربات غير صحيحة حتى أنا فيها إلي رد على الأستاذ حسني أنه شهدت العلاقات الإيرانية التركية في التاريخ السحيق يعني صراعات كبيرة ولكن منذ اتفاقية قصر شيرين في القرن السابع عشر التي تعتبر الاتفاقية الوحيدة سارية المفعول يعني الاتفاقية الوحيدة الأقدم السارية المفعول يعني ما زالت سارية المفعول لحتى الآن هذه الاتفاقية حددت طبيعة العلاقات بين تركيا وبين إيران ومنذ ذلك الوقت من القرن السابع العشر لم يحدث صراعات أو خلافات أو حروب إطلاقا ثم شهدنا أنه الطبيعة العلاقات الجيوستراتيجية بين إيران وتركيا هي طبيعة تكاملية وليست طبيعة تناقضية وضحت وضحت يعني بمعنى أنه فكرة الكلام الطائفي هذا تجاوزناه الآن نعم ولا يمكن أن يكون هذا الخلاف الطائفي أحد أسباب الأسباب التي تحول نعم دون التقارب سيد حسني محلي بقي لنا عشر ثواني أو خمسة عشر ثانية تفضل شواء أخبارك كيفك والبرنامج كان حلو جدا شرفتنا في كل الأخوال ونتمنى أن تكون دائما معنا في بيروت أنا أشكرك جزيلا شكرا جزيلا لك سيد تيسير وأشكرك سيد يوسف كاتب أوغلو حدثتنا من إسطنبول شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسني متابعتكم شكرا لزاهر أبو حمدي منتج البرنامج والمخرج حسن راضي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر